السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله طلابنا وطالباتنا مرة أخرى في حصة من حصص العلوم الجميلة للصف الثاني متوسط انتهينا من درس الجهاز الهضمي والمواد الغذائية نبدأ اليوم الدرس الثاني والذي يتكلم عن جهاز التنفسي والأخراج وتحديدا سوف نتطرق إلى وظائف الجهاز التنفسي وما هي أعضاؤه ذكرنا أن الوحدة الثالثة تحتوي على فصلان الفصل الخامس جهاز الدوراني والمناعة وانتهينا منه بالكامل أما الفصل السادس فهو يتكلم عن الهضم والتنفس والأخراج في هذا الفصل يحتوي على درسان الدرس الأول الجهاز الهضمي والمواد الغذائية وانتهينا منه بالكامل الآن نتعرف على الجهاز الثاني وهو جهاز التنفسي والأخراج ولكن في حصتنا الماضية عند نشاطنا المنزلي وهو سؤال رقم ثلاثة في اختبر نفسك كيف تساعد الأعضاء الملحقة بالقناة الهضمية على عمليات الهضم كيف تساعد هذه الأعضاء نحسنتم نبدأ أولا بالكبد الكبد ماذا تفرز؟ عصارة هاضمة تصب أي؟ تصب في الاثنى عشر ولكن أيضا ممكن أن تخزنها في الحويصلة الصفراء عند الحاجة تفرزها مرة أخرى لكي تحلل الدهون أيضا البنكرياس يصنع أيضا عصارة هاضمة يفرزها أيضا في الاثنى عشر ويحلل جزيئات الكربوهيدرات ومن والبروتين السؤال الآخر هو وضح أهمية الماء في الجهاء في الجسم ما دور الماء أو ما أهميته لجسمنا؟ نعم أولا يشكل نسبة 70% من كتلة الجسم كامل ذكرنا أن كتلة الجسم هي ما تحتويه المادة أو ما يحتويه الجسم من مواد ف70% منها هي ماذا؟ ماء يوجد أيضا في الخلايا وأيضا يوجد في الدم نسبة عالية من البلازمة وأيضا تحتاج الخلايا للماء لقيام بأعمالها المختلفة كذلك لا يمكن الاستفادة من المواد إلا بعد ذوبانها في الماء لأنها سوف تنتقل عبر الدم والدم سائل بلازمة سائلة أما الدرس الثاني فهو جهاز التنفس والإخراج فما هي الأهداف والأهمية في هذا الدرس؟ الأهداف وصف وظائف الجهاز التنفسي رح نتعرف عليها اليوم شرح كيف تتم عملية تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الأنسجة وفي الرئتين؟ كيف يتم التخلص من ثاني أكسيد الكربون وأخذ الأكسجين؟ تحديد المسار الذي سوف يسلكه الهواء من في الرئة إلى أنحاء الجسد أو العكس توضيح تأثير التدخين في الجهاز التنفسي تمييز بين جهازي الإخراج والبول وصف عمل للكلية وتوضيح ماذا يحدث إذا لم تعمل الأعضاء في الجهاز البولي بشكل صحيح أما الهمية تعتمد خلايا الجسم على الجهاز التنفسي للحصول على الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون جميع خلايا الجسم تحتاج إلى تنفس يسمى تنفس خلوي لأنه في الخلية وهذا يعتمد على ماذا؟ الأكسجين إذن جميع خلايا الجسم تعتمد على الجهاز التنفسي يساعد الجهاز البولي على تنقية الدم من الفضلات الخلوية الحجاب الحاجز تطرقنا له في المراحل السابقة هو عضلة توجد عين تحت الرئتين تنقبض وتنبسط لكي تتحرك الغازات داخل الجسم المفردات الجديدة سوف نتعرف على البلعوم والقصبة الهوائية والقصيبات الهوائية والحويصلة الهوائية هذه سوف نتطرق لها اليوم بإذن الله أما النفريدات والحالب والمثانة في الحصص القادمة لدينا سؤال نفكر سويا هل يستطيع رائد الفضاء السير على القمر دون أن يرتدي بدلة؟ هل نستطيع نحن أن نطلع للفضاء بدون ارتداء بدلة؟ لا أيضا هل يستطيع الغواص أن يغوص في أعماق البحار دون استوانة أكسجين؟ هل يستطيع أن يغوص في الماء؟ ذكرنا أن هناك كائنات حية ثدية تعيش في الماء منها الدلفين والحوت ولكن هذه تكيفت أيضا لكي تتنفس هي تتنفس برئتين لكي تتنفس لا بد أن تخرج إلى سطح البحر أو الماء حتى تخرج ثاني أكسجين الكربون فهل الغواص يستطيع أن يعيش فترة طويلة أو مدة طويلة في أعماق البحار دون أن يستخدم استوانة أكسجين؟ لا لذلك نحتاج إلى جميعنا نحتاج إلى الهواء في كل زمان ومكان لنتنفس لذلك أين أو كيف نحصل على الأكسجين أو الجسم كيف يحصل على الأكسجين؟ سواء الكائنات الحية تتنفس برئتين أو بخياشين جميعها تحتاج إلى أكسجين فكيف سنحصل على الأكسجين؟ خاصة المخلوقات الثدية أو الثديات التي تحتوي على الرئتين والإنسان فكيف نحصل على الأكسجين؟ ممتاز من خلال الشهيق والزفير ندخل الأكسجين في الشهيق ونخرج ثاني أكسيد الكربون بالزفير لذلك تتم هذه العملية في الرئتين ثم تنتقل إلى الخلايا عن طريق جهاز الدوران إذن جهاز الدوران والجهاز التنفسي يرتبطان سويا لنقل الأكسجين لجميع أنحاء الجسم ما هي إذن وظائف الجهاز التنفسي؟ تخليص الجسم من الفضلات الغازية وهي ثاني أكسيد الكربون CO2 والحصول على الأكسجين O2 هذه العملية تتم بمرحلتين تنقل الغازات وتنفس ما الفرق بينهم؟ أليس التنفس أيضاً تبادل الغازات؟ ما الفرق؟ مشاهد لدينا هذه الصورة تطرقنا لها أيضاً في الجهاز الدوران ذكرنا أن المسؤول عن نقل الأكسجين أي نوع من الخلايا؟ خلايا الدم الحمراء القرصية حينما يكون معدل الأكسجين أفونا، الثاني أكسيد الكربون عالي في الخلية يقل الأكسجين وبالتالي تحتاج إلى تنفس من هي؟ الخلية ليس الجسم الآن الخلية تحتاج الآن نسبة عالية من الأكسجين فبالتالي تبدأ عملية تنفس خلوي هذا التنفس نقل غازات بين كريات الدم الحمراء وبين الشعيرات الدموية حتى يتم نقل أو تخلص من هذا ثاني أكسيد الكربون فيبدأ انتقاله عبر الوريد 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 سيصبون الوريد الأجوى في السفلي والعلوي سيصبون في الجهة اليمنى من القلب لما يوصل عند القلب يبدأ ضخها إلى الدورة الرئوية فيتم نقل ثاني أكسيد الكربون إلى عن طريق الشريان الرئوي ذكرنا فيه تبادع الشريان ينقل الأكسجين لكن الشريان الرئوي ينقل ثاني أكسيد الكربون فيبدأ الآن يخرج ثاني أكسيد الكربون من القلب يصل إلى الرئتين ثم عملية الزفير إخراج ثاني أكسيد الكربون يبدأ الآن مرة أخرى بنفس اللحظة طلعنا ثاني أكسيد الكربون دخلنا الأكسجين يدخل عن طريق الشريان الرئوي لا يدخل عن طريق الوريد الرياوي يصب إلى القلب فيبدأ القلب الآن ينقل إلى الشريان وينتقل إلى جميع الخلايا ثم تعود عمليات التبادل بذلك لدينا مرحلتان المرحلة الأولى وهي نقل الغازات وين تكون هذه النقل في الخلايا إذا زاد نسبة ثاني كسيد الكربون ينتقل إلى ممتاز الشعيرات الدموية بعد كذا تنتقل عبر الوريد الوريد يصب الوريد الأجوفة السفلي والعلو يصب في الجهة اليمنى من القلب بعد ذلك القلب يضخل إلى الرئتين عن طريق الشريان الرئوي إذن هذه هي المراحل لدينا في صفحة 173 ارتفاع نسبة ثاني كسيد الكربون في الخلايا بعد ذلك تصبها في الدم هنا في الشريان في الوريد عفوا هنا نسميه دم غير مؤكسج لماذا لا يحتوي على الأكسجين يصب في الجهة اليمنى من القلب بعد ذلك يضخ القلب إلى الشريان الرئوي الشريان الرئوي يصل إلى الرئتين ثم تبدأ عملية طرد الغاز إلى الخارج بعدها تبدأ المرحلة الثانية تحينا من المرحلة الأولى هي تبادل الغازات داخل الجساء الآن المرحلة الثانية هي العملية التنفس التي نقوم بها تنفس العادي اللي هو الشهيق والزفير يعتمد على مين يا ترى لحظوا تصوره من اللي يحرك الرئتين هي الآن وصلها من خلال القلب ضخ أو نبضات القلب لما وصل عندها من الذي يطردها للخارج صح شهيق وزفير من الذي يحرك الشهيق وزفير عضلة الحجاب الحاجز حركة الحجاب الحاجز هي اللي تعدد لي هل يستطيع طردها للخارج أو انزالها اللي هو الأكسجين ادخاله للداخل ما الذي يحدث ترتقي عضلة الحجاب الحاجز تنزل ايش راح يصير بالتجويف الصدري ها يتقلص بالتالي لما أنا أضغط كما تدرسنا في الفصل الماضي عن الضغط كل ما زدنا الضغط ايش بيصير ممتاز يندفع الغير مؤكسج للخارج عن طريق الزفير يرتفع بعد ذلك الحجاب الحاجز تمام يتسع الصدر تجويف الصدري يتسع وبالتالي ياخذ كمية كبيرة من الأكسجين من خلال الشهيق يستطيع بعد ذلك الأكسجين يدخل إلى الحويصلات الهوائية دخل نحن الآن لأنه لازم نحن في الرئتين فيدخل إلى الحويصلات الرئوية أكياس تتمدد تحتوي على الأكسجين هذه الحويصلات فيها أو حولها شعيرات دموية تبدأ الشعيرات ذكرنا أن الشعيرات زي المنخة تبدأ تمتص هذه الغازات وتنقلها إلى الشريان ثم بعد ذلك تنتقل عبر ضخ الجسم بالدورة الجسمية إذن المرحلة الثانية اللي هي التنفس الخلوي ما هي أن الأكسجين يدخل في الحويصلة أثناء يدخل في الحويصلة يتفاعل مع الجيليكوز في داخل الخلية فينتج ماذا طاقة هذا ما يسمى بالتنفس الخلوي هو تفاعل كيميائي يحدث في داخل كل خلية إذن التنفس الخلوي هو تأكسج تأكسج عفوا الجيليكوز في الميتوكنديريا أي خلية في جسم الإنسان تحتوي إلى إنتاج طاقة أو مستودع الطاقة هو الميتوكنديريا هي المسؤولة عن إنتاج الطاقة فيحدث عملية التنفس الخلوي دائما في الميتوكنديريا لأنها مخزن إنتاج الطاقة فيحدث تأكسد للجيليكوز يعني إيش تأكسد تفاعل السكر الجيليكوز مع الأكسجين سينتج ماء وثاني أكسيد الكربون وتتحرر الطاقة التي نستخدمها في أنشطتنا الخلوية معادلة حق التنفس الخلوي أو تعبر عن التنفس الخلوي C6 H12 O6 هذا مين؟ سكر الجيليكوز زائد ستة ستة ذرات من الهيدروجين O2 سينتج عندي ستة جزيئات من الماء H2O زائد ستة CO2 اللي هو ثاني كسيد الكربون زائد E اللي هي إنرجي الطاقة من الحقائق العلمية يستهلك في الخلايا خلال دقيقة واحدة وأثناء الراحة فقط 12.5 ملي من الأكسجين لكل 1 كيلو جرام من وزن الجسم وينتج كمية مساوية من نفسها ثاني كسيد الكربون فحطوا أنه بتوازن نفس ما ذكرنا أنه عملية تبادل الغازات في نفس الوقت كمية الأكسجين عفوا ثاني كسيد الكربون ارتفعت الأكسجين ينخفر إذن هنا أحتاج تنفس خلوي يرتفع الأكسجين ينزل ثاني كسيد الكربون إذن نستطيع زيادة عدد أو معدلات التنفس ونسبة الأكسجين لدينا من خلال التنفس العميق عمليات التنفس العميق ينقصنا كثيرا عمليات التنفس في حياتنا لأنه نفتقر إلى مفهوم التنفس العميق ما هو إذن التنفس؟ عندنا نوعين من التنفس التنفس الخارجي اللي هو إدخال وأخراج الغازات من وإلى الجسم عملية الشهيق والزفير تتم في الجهاز التنفسي بإدخال الأكسجين من الشهيق وإخراج ثاني أكسيد الكربون من الزفير أما التنفس الداخلي وهو الذي يحدث في جميع خلايا الجسم يسمى تنفس خلوي هو تفاعلات كيميائية تحدث في جميع خلايا الحية بتفاعل جيلكوز مع الأكسجين أو بمساعدة الأكسجين لينتج لدينا ماء وثاني أكسيد الكربون وطاقة نستخدمها في الأنشطة الخلوية إذن ما هي أعضاء الجهاز التنفسي هذه الصورة تمثل لنا أعضاء الجهاز التنفسي أولا نبدأ بمن أحسنتم الأنف هل الفم معه ممكن أليس أحيانا التنفس نعم بس هل هي أساسي عضو أساسي لا قد نستخدمه ولكن ليس دائما العضو الأساسي لي إدخال الأكسجين أو إخراجه هو الأنف لكن ممكن نستخدم الفم وسوف نتعظف الآن لماذا بعد ذلك يلي الفم من الخلف من هنا الداخل البلعوم أحسنتم بعد البلعوم عندنا تحت شوي الحنجرة الحنجرة بعد ذلك القصبة هذه القصبة أنبوب هتدخل إلى الريستين تصبح وتدخل إلى مدخل الرئتين تنقسم إلى أثنان تبدأ تنقسم بداخل الرئتين إلى أثنان عندنا رئتين فهذه القصبة ستنقسم بأثنين لما أصغر قصبة أقول قصيبة قصيبة هوائية هتدخل إلى القصيبتين هذه كل وحدة فيه رئة هتتفرع كل قصيبة إلى فروع أصغر اسمها شعبة هوائية هذه الشعبة كل شعبة تنتهي ب دوائر صغيرة تسمى حويصلات هوائية حويصلات هوائية في نهاية كل شعبة حويصلة هوائية بعد ذلك الرئة ذكرنا آخر حاجة عندنا هنا وهي عضلات الحجاب الحاجز نشاهدها سويا بالتفصيل أعضاء الجهاز التنفسي أولا الأنف والفم اثنان البلعوم ثلاثة الحنجرة أربعة القصبة الهوائية خمسة القصيبتين الهوائيتين الحويصلات الهوائية وأخيرا الرئتين مع عضلة الحجاب الحاجز نبدأ نشاهد هذا الشكل الموجود لدينا صفحة 174 لدينا صورة تمثل كيف يتم تبادل الغازات في الرئتين حينما يتم دخول الهواء لاحظوا اللون الأحمر هذا رسم توضيحي إلى أنه دخل الأكسجين عبر الأنف ممكن نساعده بالفم في حالات مساعدة لكن ليس دائما والأفضل يكون التنفس من الأنف ولماذا لأنه هو العضو الأساسي لكي يوجد أعضاء أو جزيئات مخصصة لتنقية الهواء يصل إلى البلعوم ثم الحنجرة دور الحنجرة نعلم أن الحنجرة دورها الصوت فهي تعتمد على موجات الهواء اللي موجودة أو تمر عليها حتى يحدث نبرات الصوت اللي نسمعها بعد ذلك تمر في القصبة الهوائية لما يدخل في القصبة ذكرنا أن القصبة ستتفرع إلى فرعين كل فرع يدخل في رئة يبدأ دخولها تتفرع أو تدخل إلى الشعيبات الهوائية ثم بعد ذلك تصل إلى هذه الأكياس الصغيرة هي الحويصلات الهوائية هذه الحويصلات لاحظوا هنا رسمة الأكياس هنا رسمة مين المرتبط معها نقلنا ملازم معه ممتاز الشعيرات الدموية الشعيرات ترتبط بالحويصلات لكي تبدأ عملية التبادل ويحدث هنا عملية نقل الأكسجين أو نقل ثانيكسيدر كربون نبدأ أولا بالفم بالأنف الأنف يمكن أن يدخل الهواء إلى الجسم عن طريق الأنف ولكن أحيانا من الفم ولكن يفضل من الأنف لماذا؟ ماذا يحتوي التجويف الأنف؟ الأنف يوجد به شعيرات صغيرة وظيفتها تنقي الهواء الهواء حولنا مليء بالغبار بالحبوب اللقاح بالميكروبات ما نقدر ناخذ هواء نقي ننظف وحولنا مية بالمية فبالتالي الشعيرات هذه تبدأ بتنظيفه من الشواعد أيضا يوجد في تجويف الأنف هدد مخاطية إيش دورها؟ تفرز المخاط وذكرنا ذلك في خط الدفاع الأول ذكرنا أن الجهاز التنفسي يحتوي جميعه على مخاط حتى يخرج المايكروبات توجد أيضا أهداب هذه الأهداب إيش وظيفتها؟ ممتاز تحرك الهواء حتى يمكن دخوله إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى الأمام والخلف سؤال تفكير ناقد يستطيع الهواء أن يدخل من الأنف والفم ما هي فائدة تستنشاق الهواء من الأنف وليس من الفم ما السبب في ذلك؟ لأن الهواء يمكن تنظيفه وتدفئته عن طريق الأنف هناك أجزاء مخصصة في الأنف في تجويف الأنف هذه المنطقة لكي يقوم بتنظيفه وترطيبه فيدخل منظف نظيف معقم إلى البلعوم أيضا ثانيا البلعوم هنا البلعوم ما علاقة البلعوم وما دوره؟ هو أنبوب يمر خلاله الطعام والسوائل والهواء كيف ذلك؟ مفروض جهاز تنفسي إذن هو مسؤول عن؟ أحسنتم هواء ما علاقة الطعام والسوائل؟ هل كتبت خطاء؟ ما السبب؟ هذا البلعوم قريب من المريء فبالتالي ذكرنا أن المريء يحتوي في بدايته على ماذا؟ قال له ها أحسنتم إذا كان أنا أتنفس يغلق المريء نفسها يجعل ممر البلعوم عادي يمر مننا الهواء في حال أنا أأكل أو أشرب يقفل البلعوم ويفتح المريء فهو يغلق المجرى التنفسي عنده البلع أو عنده الأكل بالتبادل شاهدوا معي هذا الصورة هذا هو لاحظوا بدخل هواء هذا هواء فبالتالي رح أقفل الممر بدخل أكل رح أقفل ممر الهواء عشان يدخل الأكل في ممر الأكل حتى لا يتم الاختلاط لذلك يسمى لسان المزمار نسيج غضروف يمرن يغلق مدخل الحنجرة ويحميه أثناء البلع لعلكم تعرفون أحيانا أنه يحدث هذا الشعور بالاختناق أو بالغصة ماذا تتوقعون عنده بداية شعورك بالغصة ماذا يعني ذلك حسب ما ذكرنا قبل قليل اختلف ممتاز حركة مين لسان المزمار فبالتالي يكون دخول الطعام قد يكون دخل لنوين مجرى التنفس فنشعر بإيش الاختناق العضو الثالث هو الحنجرة ممر للهواء يتصل به أربعة أزواج من الأنسجة تسمى أوتار صوتية هذه الحنجرة فيها أربعة أزواج تحتوي على الأوتار لماذا تحتوي على الأوتار لما يمر فيها الهواء تبدأ تتحرك وتحدد لنبرة الصوت أو حدته أو شدته هذا هو شكل لاحظوا كيف من هنا الأزواج تتحرك أو هذه الأوتار إذا مر من عندها الصوت الهواء عفوا يبدأ يتحرك هذه الأوتار وتحدد لنا نبرة صوت كل شخص لعلكم تعرفون أن كل شخص له نبرة محددة العضو الرابع هو القصبة القصبة الهوائية أيضا ممر هواء طوله 13 سنتيمتر قطره 2.5 تتكون من حلقات لاحظوا مقسمة لاحظوها جيدا كذا نصف دائرة لماذا هذه الحلقات التي على الشكل حرفسي ما هي دائرة كاملة حتى تسهل حركات الهواء تخيل لو كانت دائرة كذا والهواء له ضغط ذكرنا أن الهواء له ضغط والضغط الجوي فهذه لو كان هي دائرة والهواء فيه يسبب ضغط عالي لذلك لا بد أن تكون نصف مفتوحة أو لكي تساعد على حركات الهواء وبالتالي لا يحدث ضيق في التنفس أو يؤدي إلى الوفاء كذلك يبطنها من الداخل ها نفس الشيء غشاء مخاطي لكي ينظف هو بالأول لكي ينظف ينظف برضو يدخل لا زال يدخل بعض المايكروبات فالقصبة أيضا تحتوي على غشاء مخاطي ينظف ها من الغبار أو البكتيريا كذلك يوجد أهداب تحرك الهواء للأعلى للأسفل أيضا بعد القصبة تدخل كل واحدة إلى رئة تسمى القصيبتان الهوائيتان هي أنبوب قصير يوجد في الجزء السفلي من القصبة يدخل كل منهما في الرئتين تتفرع إلى أصر تسمى شعيبات هوائية تنتهي بالحويصلات في نهاية كل شعيبة تنتهي بالحويصلات شاهدوا معي هذه شكل الحويصلات الهوائية كأنها عنقود 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 مرتبطة هذه الحويصلات بماذا؟ أو ترتبط بها بمن؟ الشعيرات الدموية هي مجموعة كياس هوائية تشبه عنقود العنب تحاط بالشعيرات الدموية لماذا؟ عشان يتم تبادل الغازات هذه هي شكل الحويصلة قلناها هي كيس تحتوي على تجويف تجاويف أصل الكلمة جاي من كلمة لاتينية معنى هذه الكلمة إيش؟ خلية نحل قلناها إيش؟ خلية نحل ما هو الغازين الذي تم تبادلهما مع الشعيرات الدموية؟ لاحظوا هذه الشعيرات حولها تحيط فيها تتبادل بماذا؟ ثاني أكسيد الكربون يطلع ويدخل الأكسجين احسنتم أيضا قبل الأخير هو الرئتان على ماذا تحتوي الرئتين؟ أو ما هي الرئتين؟ هي كيس مرن يتكون من كتلة من الحويصلات هذه الحويصلات يصل عددها 300 مليون حويصلة في كل رئة أخيرا الحجاب الحاجز هي عضلة هنا أسفل الرئتين تشبه المظلة كأنها مظلة توجد أسفل الرئتين تنقبض وتنبسط وعلى أساسه تحرك أحسنتم الغازات في داخل الرئتين بهذا الشكل يتم عملية التبادل ذكرنا أنه إذا زاد الأكسجين هنا يقل هنا والعكس إذا زاد الأكسجين الكربون قلى الأكسجين وبالتالي تبدأ عملية تبادل الغازات كما ذكرناه قبل قليل ماذا تعلمنا هذا اليوم؟ أعضاء الجهاز التنفسي تبدأ بالأنف والفم والبلعمي والحنجرة والقصب الهوائية والقصيبتان الهوائيتان والحويصلات والرئتان والحجاب الحاجز أما وظائف الجهاز التنفسي هي تخليص الجسم من الفضلات الغازية وكذلك تزويد خلايا الجسم بغاز الأكسجين من خلال الشهيق حيث يستخدم الأكسجين في التفاعلات الخلوية الكيميائية داخل الخلية وتسمى تنفس خلوي طلابي طالباتي دعونا نجيب على الأسئلة التالية ماذا قرأت؟ ما هو التنفس الخلوي؟ أحسنتم تفاعل كيميائي يتحد فيه الجليكوز مع الأكسجين داخل الخلية وين تحديدا؟ في الميتوكنديريا فبالتالي ينتج ثاني كسيد الكربون والماء وينتج عنها الطاقة اللازمة للنشاطات الخلوية هذه رسمة الجهاز التنفسي أولا نبدأ أحسنتم بتجويف الأنف بعدين البلعوم بعد ذلك القصبة الهوائية بعد ذلك أحسنتم الرئة ثم القصيبة الهوائية لاحظوا قصيبة تصغيق قصبة ثم بعد ذلك نهاية كل قصيبة يبدأ تتفرع إلى شعب هذه الشعب نهايتها أحسنتم حويصلات هوائية وأخيرا الحجاب الحاجز نشاطنا المنزلي سؤال واحد واثنان في اختبر نفسك اذكر أو اذكر الوظائف الرئيسية للجهاز التنفسي صف أو صفي عملية تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والفضلات الغازية في الرئتين والأنسجة الأخرى أتمنى أن تستمتعوا بحل هذا النشاط وتذكروا عليكم بشرب المامو وممارسة الرياضة ودمتم سالمين فمان الله اشتركوا في القناة